اشتركوا في القناة ذات اسس نسبية في الصورة الجذرية والعكس الهدف الثاني ايجاد قيم تعابير تتضمن اسس نسبية اما الهدف الثالث فهو تبسيط التعابير الاسية او الجذرية فخلونا مع بعض نتعرف على شنو معنات الاسس النسبية او قوانين الاسس احنا من قبل نعرف ان الاس عبارة عندي اساس ومرفوع لاس اسس نسبية من اسبها نسبية في معناته عندي الاس عبارة عن كسر فرح نتذكر مع بعض قوانين الاسس فلما يكون عندي اساسين متساويين مضروبين في بعض مرفوعين لاس رح اجمع الاسس اما لما يكون عندي قسمة فرح اطرح الاسس لما يكون عندي عددين او متغيرين مضروبين في بعض مرفوعين لاس شو رح اسوي رح اوزع الاس عليهم فرح يكون عندي ا مرفوع لاسم مضروب في باسم اما لما يكون عندي اس داخل القوس واس برع القوس فرح اضرب الاسين في بعض اما لما يكون عندي في القسمة ايضا رح اوزع الاس على البسط وعلى المقام نفس ما سوينا هنا نفس الشيء اللهم هني عندي ضرب وهني عندي قسمة لما يكون عندي اي شيء او اي عدد او اي متغير مرفوع لاسس صفر دائما رح يعطيني العدد واحد الا لما يكون عندي ثابت ما يساوي الصفر اما لما يكون عندي اي مرفوع لي السالب ان فرح شاسوي عشان اتخلص من السالب اللي عندي رح انزلها تحت بعكس اشارتها فراح يكون عندي يساوي واحد مقسوم على اي اس ان بشرط ان هذه الاي ما تساوي الصفر اما لما يكون عندي اي مقسوم على بي مرفوع لي السالب ان فش رح اسوي مجرد باق قلب الباست بالمقام ورح اغير اشارة الاس من سالب الى موجل وايضا بشرط ان الاي والبي ما يساوي الصفر شذي اعزائي الطلبة انتهينا من التذكير بقوانين الاسس خلونا ننتقل الى شيء اخر فعندنا لما ني نبي نحول من صورة اسية الى صورة جذرية او من صورة جذرية الى صورة اسية دائما المقام مال الاس رح يكون عبارة عن دليل الجذر الجذر فدليل الجذر عندي ان واللي داخل عبارة عن واحد فراح نقول ان هو بي مرفوع لس واحد على الان يساوي الجذر ان حيق البي فخلونا ناخذ أمثلة مع بعض فلو نلاحظوا هني عندنا بي مرفوع لأس واحد على الخامسة هو نفس الجذر الخامس حق البي ناخذ الأمثلة فعندي السؤال الأول أكتب في صورة جذرية اللي هو الأكس مرفوع لأس واحد على ستة فمجرد باي بقول أن الدليل ما للجذر هو الستة فرح أحطه برع وعندي واحد داخل فرح أحطه داخل فرح يكون عندي الجذر السادس حق الأكس نشوف مع بعض التمرين الثاني فعندي سؤال يقول اكتب في صورة الأسية اللي هو عندي الجذر الرابع حق الزد في السؤال الأول حولنا من صورة أسية إلى صورة جذرية أما في السؤال الثاني رح أحول من صورة جذرية إلى صورة أسية فرح أخذ دليل الجذر وحطه في مقام الأس وعندي الثابت أو المتغير زد مرفع لأس واحد على أربعة شذي يا عزائي الطلبة انتهينا من أمثلاتنا خلونا ننتقل إلى التدريبات فعندي هذلين التدريبين نأخذ وقتنا ونحاول أنحلهم شكرا 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 نستعرض الإجابات مع بعض فعندنا أول سؤال صار عندي الجذر الخامس حق الزد والسؤال الثاني صار عندي سي مرفوع لأس واحد على الثمانية جذي يا عزائي الطلبة انتهينا من تدريباتنا خلونا ننتقل إلى تمارين وأمثلة أخرى فعندي مجموعة من القواعد رح أطبقها على إيجاد قيمة تعبير ما فعندي السؤال يقول عندي واحد وثمانين مرفوع لأس سالب ربع عندي أكثر من طريقة فأول طريقة لأنه أنا عندي الأس بالسالب فرح أستخدم قواعد الأسس وأنا أزله في المقام بعكس الإشارة فصار عندي واحد مقسوم على واحد وثمانين مرفوع لأس أربعة أحنا بنبسط الواحد وثمانين نبت نعرف الواحد وثمانين عبارة عن كم مرفوع لأس كم أحنا نعرف أن الواحد وثمانين عبارة عن تسعة مضروبة في تسعة ونعرف أيضا أنك تسعة عبارة عن ثلاثة في ثلاثة فعندي تسعتين فعندي كم ثلاثة فعندي أربع ثلاثات فراح يكون عندي ثلاثة مرفوعة لأس أربعة فعندي الثلاثة مرفوعة لأس أربعة بس قبل لا أبسطها حولنا من صورة أسية إلى صورة جذرية فصار عندي الجذر الرابع حق الواحد وثمانين فصار هنا ثلاثة أس أربعة كنسلنا الأس مع الجذر فصار عندي الجواب واحد على ثلاثة في طالب ما عاجبت هذه الطريقة قالوا نبس تخدم طرق أخرى وقواعد أخرى عادي فخلنا نستعرض الحل الآخر فعندي قلنا الواحد وثمانين مرفوعة لأس سالب ربع فمن البداية بنحلل الواحد وثمانين بنقول أنه عبارة عن ثلاثة مرفوعة لأس أربعة فعندي أس داخل وأس برع القوس نضربهم في بعض معناته راح أتخلص من الأربعة والأربعة فراح يبقى لي ثلاثة مرفوعة لأس سالب واحد الحين بنية بنزلة تحت وبعكس إشارته فراح يكون عندي الجواب النهائي واحد على ثلاثة فسوى استخدمنا الطريقة الأولية أو الطريقة الثانية فالنهاية راح أوصل حق نفس الإجابة شذا عزائي الطلب انتهينا من مثالنا خلونا ننتقل إلى مثال آخر فعندي المثال يقول مائتين وستعاش مرفوع لأس 2 على ثلاثة فاش راح نسويهني راح نينبسط المائتين وستعاش احنا شلون عرفنا أن المائتين وستعاش عبارة عن ست مرفوع لأس ثلاثة نشوف أول شي المائتين وستعاش بما أن أحادها زوجية فأكيد تقبل القسم على اثنين هاي أول شي الشي الثاني لو خذلنا مجموع كل الأعداد 2 و 1 و 6 راح يعطينا 9 والتسعة تقبل القسمة على الثلاثة فبما أن المائتين وستعاش تقبل القسمة على 2 وتقبل القسمة على الثلاثة فأكيد العدد كومل يقبل القسمة على الستة فراح ناخذ المائتين وستعاش أقسمها على الستة فراح يعطيني 6 مضروبة في 36 ونعرف احنا ان الستة وثلاثين عبارة عن ستة فستة فشم ستة صار عندي صار عندي ستة ثلاث ستة يعني ستة مرفوعة لأس ثلاثة فلان انا عندي ستة مرفوعة لأس ثلاثة فراح اي استخدم الخصائص واضربهم في بعض فاختصر الثلاثة مع الثلاثة فراح يعطيني ستة مرفوعة لأس ثلاثة فالجواب النهائي ستة وثلاثين كذي أعزائي الطلبة انتهينا من تمريننا مثلا في طالب ما يبيحله بذيط طريقة يبيحله بصورة أخرى أنه يحول من صورة أسية إلى صورة جذرية وبعدها يبصر عادي سواء بذيط طريقة أو الطريقة الثانية كلها نفس الإجابة فنشوف تدريبات مع بعض فعندنا تدريبين التاليين نأخذ وقتنا ونحاول أنحلهم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عبارة عن ثمانية اما السؤال الثاني فصار عندي الجواب سالب واحد على خمسة شذية عزائي طلبة انتهينا من تدريباتنا خلونا ننتقل الى امثلة اخرى الحين راح نستعرض مع بعض كيفية تبسيط التعابير الاسية او عندي مجموعة من الخصائص فمتى اعتبر انه هذه التبسيط في ابسط صورة راح اعتبره في ابسط صورة لما ما يكون عندي ولا اس سالب فجميع الاس صغير سالبة لما ما يكون عندي في المقام اي اس بالنسبة فلما يكون عندي كلها اعداد صحيحة او موجبة ولما يكون عندي في البس او المقام او كلاهما ليس كسرا واخر شي لما يكون عندي دليل الجذر اصغر ما يمكن ففي هذلين الحالات دائما راح تكون عندي الصيغة في ابسط صورة فخلونا نستعرض مع بعض بعض الامثلة عشان نشوف متى راح تكون في ابسط صورة فعندي اول مثال اي مرفوع لأس اثنين على سبعة مضروب في اي مرفوع لأس اربعة على سبعة فقلنا من الخصائص او من القواعد لأس لما يتساوان عندي الاساسات وبينهم ضرب راح شا ساوي في الأسس راح اي اجمع الأسس فلما اي اجمع ذلين الأسسين فقط راح اقول اثنين زائدين اربعة فراح يكون عندي اي مرفوع لأس ستة على سبعة انتهينا من تدريب من مثالنا خلونا ننتقل إلى التدريب فنشوف ذي السؤال عندنا بي مرفوع لأس سالب خمسة على ستة احنا قلنا من شوي عشان يكون في ابسط صورة ما نبي الأس يكون سالب فأول خطوة اتخلص من السالب فنستخدم الخصاص بحيث احنا ننزل تحت بعكس اشارته فراح يكون عندي واحد مقسوم على بي مرفوع لأس خمسة على ستة احنا صار عندي في المقام بي مرفوع لأس خمسة على ستة عندي أس نسبي في المقام أنا بي أتخلص من ذي عشان أتخلص لازم يكون عندي الأس عدد صحيح فلأن أنا عندي أكسر خمسة على ستة شنو أجرب عدد صحيح بي وصل له الواحد مثل شلون أوصل ان الأس يكون عندي واحد أنا عندي خمسة على ستة شم باقي إلي عشان يكون عندي واحد الواحد احنا نعرف أي عددين نقسمهم على نفسهم يعطينا واحد فأبي أوصل حيك ستة على ستة لأن عندي خمسة فالباقي فقط واحد فرح أسوي خاصية انطاق المقام فرح أضرب بسط ومقام في بي مرفوع لأس 1 على 6 فضربنا بسط ومقام في بي مرفوع أس 1 على 6 رح أشتغل على البسط بروحة والمقام بروحة فراح يعطيني هنا بي مرفوع لأس 1 على 6 هنا جماعنا الأسس تخدم الخاصية فصار عندي 6 على 6 اختصرنا بسط ومقام فصار عندي بي مرفوع لأس 1 على 6 مقسوم على البي فبشذي عزائي الطلبة وصلنا انهاي الصيغة في أبسط صورة انتهينا من مثالنا خلونا ننتقل الى تمارين اخرى فعندي التدريب عندي تدريبين نأخذ وقتنا ونحاول انحلهم ترجمة نانسي قنقر 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 من تدريباتنا خلونا ننتقل إلى أمثلة أخرى فعندي المثال الجذر الثالث حق 64 مضروب في زد أس 6 فلأن احنا في درس الأسس النسبية فرح استخدم خاصية أن أنا أحول من صورة جذرية إلى صورة أسية فراح يكون عندي هذه اللي تحت الجذر كامل بقول برفع لأس واحد على ثلاثة قلنا دايماً دليل الجذر أحط في المقام ما للأس بعدها رح أبسط الاربع وستين الاربع وستين نعرف أنه عبارة عن كم في كم عبارة عن ثمانية مضروب في ثمانية ونعرف أيضاً أن الثمانية عبارة عن ثنين مرفوع لأس ثلاثة متكررة ثلاث مرات فعندي ثمانية في ثمانية فعندي ثنين مرفوع لأس ثلاثة مرتين فراح يكون عندي ثنين مرفوع لأس ستة فصار عندي بالتبصيق ثنين أس ستة مضروب في زد أس ستة الحين آية أوزع الأس اللي برع القوس على اللي داخل لأن بينهم ضرب فراح يكون عندي ثنين مرفوع لأس ستة مقسم على الثلاثة مضروب في زد مرفوع لأس ستة على الثلاثة فطبعاً راح نختصر الثلاثة راح يعطي لنا ثنين نفس الشيء هنا راح يعطي لنا أيضاً ثنين فالجواب النهائي راح يكون عندي ثنين مرفوع لأس ستة فهو أربعة زد تربية شذي يا عزائي الطلبة انتهينا من سؤالنا وأوجدناه في أبسط صورة أنزين بتسألون سؤال لو احنا ما حلينا بذيط طريقة لو حلينا بطريقة أخرى عادي نحل بطريقة أخرى ما فيها أي مشكلة فلو ينا خذنا هاي من البداية استخدمنا الخاصية الجذرية قلنا أنا هو الجذر الثالث الأربعة وستين نحطها نفسه هني اللي هي ثنينة أس ستة وعندي هني زد مرفوع لأس ستة بقسم الجذر فراح يكون عندي الجذر الثالث حق ثنينة أس ستة مضروب في الجذر الثالث حق زد مرفوع لأس ستة فهني من البداية رح أقسم أس ستة على الثلاثة فراح يعطيني ثنين مرفوع لأس ثنين مضروب في زد أس نفس الشيء هني أقسم على الثلاثة فراح يعطيني أس ثنين نعرف أن الثنين أس ثنين عبارة عن أربعة فراح يكون عندي أربعة زد تربية سواء بذيط طريقة أو الطريقة السابقة كلها صح تهدنا من المثال خلونا ننتقل إلى التدريبات عندي في السؤال يقول الجذر الرابع حق السبعة وعشرين مقسوم على جذر ثلاثة أهني لو أننا بنحاول نحل مثل ما هو بالطريقة الجذور مستحيل أقدر أوصل حق حق حل بطريقة سهلة بوصل بس الطريقة وطويلة وصعبة فاستخدم الخصائص بحيث أن أنا أحول من الصورة جذرية إلى صورة أسية فراح يكون عندي السبعة وعشرين مرفوعة لأس واحد على أربعة وفي المقام عندي الثلاثة مرفوعة لأس نص أنعرف أن السبعة وعشرين عبارة عن تسعة في ثلاثة وتسعة عبارة عن ثلاثة في ثلاثة فعندي ثلاثة مرفوعة لأس ثلاثة فصار عندي ثلاثة أس ثلاثة مرفوع لأس واحد على أربعة أضرب الأس اللي دخل القوس وبرع القوس في بعض فراح يعطيني عبارة عن ثلاثة مرفوع لأس ثلاثة على أربعة مقسوم على ثلاثة أس نص الحين من الخصائص لما يتساوان الأساسات وعندي قسم شا ساوي في الأسس رح آي أطرح الأسس من بعضها فراح يكون عندي ثلاثة مرفوع لأس ثلاثة على أربعة ناقص نص فلما نطرح الأسس نوصل في الأخير إلى ثلاثة مرفوع لأس واحد على أربعة طبعا نحن هنا لأن في البداية في السؤال عطوني بصيغة جذرية أنا ما يصير أخلي الجواب النهائي في صورة أسية لازم أحول من صورة أسية إلى صورة جذرية فراح يكون عندي في الأخير الجذر الرابع حق الثلاثة فهذه هو في أبسط صورة جذرية أعزائي الطلبة انتهينا من أمثلاتنا ننتقل إلى التدريبات فعندي السؤال التالي أكس مرفوع لأس نص ناقص اثنين مقسوم على ثلاثة أكس مرفوع لأس نص زائد اثنين طبعا أنا هنا في المقام عندي أس زائد عدد شلون راح آي أبسط راح أستخدم خاصية أمطاق المقام بحيث أن أنا أضرب في مرافق اللي عندي بسط ومقام قلنا من قبل شنو معنات مرافق؟ معنات أهو نفسه بعكس إشارته لأن أنا عندي ياهني موجب فراح أضرب فيه لما يكون بسالب فراح نيي نضرب بسط ومقام فيه ثلاثة أكس أس نص ناقصا واحد واشتغل على البسط بروحه وعلى المقام بروحه فلما نيي بنيي شن سوي؟ نوزع فراح يكون عندنا أكس أس نص فيه ثلاثة أكس أس نص راح يكون عندي ثلاثة أكس أس ثنينة على ثنين جمعنا الأسس مع بعض بعدها راح نقول أكس أس نص فيه سالب اثنين فراح يعطيني سالب اثنين أكس أس نص طبعا هذي فيه أبسط صورة بعدها راح نيي نضرب سالب اثنين فيه ثلاثة أكس أس نص وآخر شي سالب اثنين فيه سالب اثنين راح يعطينا موجب أربعة فبعد التجميع راح يعطينا هاي الإجابة هاي بالنسبة حق البسط بالنسبة حق المقام لأن أنا عندي قوسين مضروبين في بعض بعكس إشاراتهم فمجرد راح أضرب الأول في الأول فراح يكون عندي ثلاثة في ثلاثة تسعة وعندي أكس أس نص وإكس أس نص راح يكون عندي أكس أس ثنين على ثنين وبالنسبة حق الحد الثاني مع الحد الثاني فراح يكون عندي ثنين فيه سالب اثنين راح يعطيني سالب أربعة آي أبسط انتهينا حن من الضارب والتوزيع وكل شيء أني نبسط نبسط البسط بروحه ونبسط المقام بروحه فراح يكون عندي هني لاثنين والاثنين نختصرهم بيكون عندي أس واحد وذلين نخليهم مثل ماهما بالنسبة حقه هني أيضا نختصر لاثنين والاثنين فراح يعطينا الجواب النهائي عبارة عن ثلاثة أكس ناقص ثمانية أكس أس نص زائدا أربعة نقسوم على تسع اكس ناقصا أربعة وهذه هي عبارة عن أبسط صورة لو في طلبة أو بعض الطلاب يستصعبون أن أهم يبسطون ويضربون في المراقفق بصورة أسية أقدر من البداية أحاول من صورة أسية إلى صورة جذرية وأشتغل وأبسط لكن نذكر في الأخير لازم أحاول من صورة جذرية إلى صورة أسية لازم جواب النهائي يكون بنفس صورة السؤال اللي عطاني بشذي عزائي الطلبة انتهينا من مثالنا ننتقل إلى التدريبات فعندي مجموعة من التدريبات ناخذ وقتنا ونحاول أنحلهم اشتركوا في القناة 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 حق 2x أما السؤال الثاني فعندي الجذر لـ 12 حق 2 مرفوع لـ 11 وآخر سؤال عندي y زائدا 4 y نص زائدا 4 مقسوم على y ناقصا 4 تذي أعزائي الطلب انتهينا من تدريباتنا وانتهينا من أهدافنا ودرسنا اليوم شكرا لحسن استماعكم وإلى اللقاء في دروس أخرى ومع السلامة شكرا للمشاهدة